مع قناة خنيفيسا نود يدري حرفة من قلب دارك برعي وليذاتك وتعرفي على سر وتمن الحريشات اللي كيتباعه في الزنقة واللي ممكن أنك تخدميهم كوموند أو لطالبيات بسهولة في وقت واجيز وممكن أنك تتعامل حتى مع المخبزات الكبار وتبدأ هاي الدفعي اليوم هاد الحريشات اللي بمقادر سهلة وبسيطة ممكن أنك دخلي مدخولك الشهري وانتي فقع دارك مع وليذاتك غادي نبوح لك بمجموعة دي الأسرار نصائح وكذلك مقدر مضبوطة ولكن ما تنسيش اختكم اللايك وما تنسيش كذلك الضغط على زر الشراك سابوني سبسكرايب إلا كنتي ما مش تشاركش عندي في القناة حيث ما غاديش تلقي بحلق قناتي في الأسرار والنصائح وحتى تملبي عند قسمه معك نبدأ على بركتي الله جوج ديال بيضات من الأفضل يكونوا كبارين ودروري ما يكونوا خارجين من تلاجة يعني يكونوا بدرجة حرارة المطبخ غادي تحطيهم وضيفيه لهم كويس ديال السنيدة غادي تقولي لي ايش حال؟ غا نقولك مائة وخمسة وعشرون قرام ديال سكر الخشين غادي نضيفوا عليهم هنا كيف كتشوفوا كأس من الزيت أو ما يعادل مائة وخمسة وعشرون ميلي من الزيت نقوم بالتحريك والتضريب لهذه المكونات جيدا ضروري هنا في هذه الوصفة ما تكون عندنا سكر غليد أو لا سكر الخشين يكون غليد ما تكون شرقيقة عفتوا علاش باش يبقى لنا ذو كل الحبيبات مقرمشة في الفم ديالنا غادي نخلط جيدا 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 وبعد ذلك يبقى عندي الاختيار على حسب المتوفر والموجود أنا غادي نضيف أول شي جوج معالقة عامرين كبارين من نفع اللي كيكون غليد وما تيكونش مسبوغ لأنا ولكن مسبوغ غادي جيني الحريشة تديلي أولى لي غالد حلين في شكل ديالهم غادي نضيف كذلك كأس غادي نضيف كذلك كأس غادي نضيف بايد الفانيلا وغادي نضيف كذلك جوج ديال ليس شي ديال خميرة الحلويات والأفضل تكون الغز ما يعادل في كل وحدة 8 جرام يعني هنا غدي نحتاجه 16 جرام ممكن أنك تأخذ ديال العبار وتستحمليها كيف كتشفي معايا غدي نضيف كذلك كأس من الحليب أو كأس من عسر البرتقال أو كأس من الياهورت لكيكون عاقد ضروري مايكون عاقد باش ميزيد شجري لياه الخالط أقوم بعملياتي التحريكي جاي 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 جايدا وأقوم بالخالط بالدرابي اليدوي لكي لا تتعب يدي يا حبيباتي وأقوم بإضافتي ملعقة خميرة خبز إلى الخالط إلى الخالط لكي لا يكون متقصا وأقوم بتحريكي جاي 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 إذن وهنا في هذه الوصفة الجميلة يجب أن أضيف نصف كيلو أو ما يعادل خمس ومائة جرام من السميد الرقيقي الذي يستعمل في الحالوياتي أقوم بإضافتي مكوينين أخرين وهو دروري باش متفرتدش لي هاد الحريشة بالمر اللي هو الدقيق الأبيض من الأفضل استعمال دقيقي الحالوياتي وذلك لكي يعطينا كميا أكثر أولا وتانيا يكون خفيف ولكي لا تتطقس للحريشة سأتركها ترتاح قليلا وهنا يبدأ السر كما تشاهدون معي أحاول مسج هذه المكوينات جيدا بهذه الطريقة الشيء الذي يهوي لي العجينة والخالطة انظرنا 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 دق تاني وحد دوقا منعود شليكم خدكم نضروب عليك سأتخلى الزين ديالي شوية ترتاح شوفي معايا بتاك هتشد فراسة هنا بيني وبينكم انت هتدي سميدة قليلة ترتفيها غير قص منها باش غدا عمكم عرفتوا الكعرب هاذا كشي لاجبانت خفيفا ما هي نغمان منه خصا تكون ملين بغي نشكلها ما بداش لعبها نوية وتبدأ تعواج لي تعواج لي تعواج لي فما تقول مشي يا رقم هنا بالنسبة السميدة سمعوني مزيان كان حتاج جزوينت ديالي الغليدة دي اول شيئين واضيف إليها ساشي من الفانيلا اوكي وهذا نضيف حبيبتي القليل من الكوكي او جوزي الهيندي الراقيقي واقوم بعملية التقريب هتبدأ تديرها بحل لقمة الكسكسو لقمة لقمة اعطي الجمOut Wagci اردت قائل 파س زيزة شMon بحل هت بالنسبة لك لبنات مبقالية غانقول لكم نود و جمعوا النودة وجربوها بمقدار سهلة و بسيطة ممكن الدربة يمسي ريف و انتي فقعد الدار بصحة و الراحة